قلق وترقب يعيشه أهالي تجمع عرب الملحات الواقع على طريق المعرجات شرق محافظة أريحة بعد أن سلمت ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال أصحاب خمسة مساكن في هذا التجمع إختارات تقضي بالهدم الذاتي تسليم إختارات للبيوت بواقف عمليات الهدم وطلب من السكان الضابط في الإدارة المدنية بهدم بيتك بإيدك حسب ما حكى معنا فهذا الموقع طلب مننا هدم البيوت وحكى أن هذا التجمع أو هذه القرية لا يوجد فيها أي سكن قانوني ورح يتم هدمها في هذه المنطقة تتعرض هذه التجمعات لاعتداءات المستوطنين على مدار الساعة اقتحامات ومصادرة للمواشي والمعدات الزراعية ومنع من الرعي حتى المارون من هذا الطريق الحيوي لم يسلموا من المستوطنين الذين تسلطوا على مركباتهم عبر رشقها بالحجارة المستوطنين قطعان متوحشان حربوا من نحان يسركوا يسلبوا ينهبوا يصادروا الأراضي أخذوهم بالقوة قلصوا المراعي يعني المراعي أصبحت الغنم هايها زي شوفت اينك هاي الغنم في البركسات تبعاتها أصبحت معيشة الغنم هاي كانت أصلاً كانت من المراعي ومعيشتنا من الغنم فأصبحنا في وضع سيء سيء للغاية يعني احنا كل يوم نمارس تغطات يوم مستوطنين يوم إذا يوم كان رايق ويوم كان قويس يوم هيكون الأدارة المدنية مشتغلة فيه يعني آخر قراراتهم هدم ورفت الكهرباء اللي هي تجمع هذا من الطاقات الشمسية هذا آخر قرارهم في 28 ودي تم الهدم كل الخدمات ممنوعة عليهم تحت حجج وذرائع الاحتلال فلا شبكة طرق آمنة ولا كهرباء ولا ماء ولكن رغم كل هذه الظروف القاسية التي يفرضها الاحتلال لا خيار لهذه العائلات سوى الصمود بعد شغل المستوطنين الشاغل في الأغوار هم أهالي التجمعات البدوية فلا يوفر المستوطنون وقتا ولا جهدا من أجل تهجير المواطنين وأهالي هذا التجمع والاستيلاء على أراضيهم من تجمع الاملاحات شرق محافظة أريحة إلهام هداب تلفزيون فلسطين